اليوم بدي أتكلم عن بعض الإعدادات في الكاميرا وكيفية ضد إعدادات كاميرا الجوال لتخرج صورة جيدة واحترافية خلونا نفتح الكاميرا مع بعض ونتعرف على الرموز والإعدادات اللي موجودة على شاشة الكاميرا في البداية ولكن أحب أحكي لكم أن أنا استخدمت جوال سامسونج من الفئة المتوسطة لأنه هو بالعادة بيكون متوفر عند الجميع والجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله بدأتكلم عن فئة عليا من الجوالات للتصوير خلونا أبدأ بالقائمة الموجودة تحت في الشاشة طبعا تحت في الأسفل في معرض الصور وفي زر التصوير وفي زر تحويل الكاميرا من كاميرا خلفية أو كاميرا أمامية أو ذاتية في الأعلى منها بقليل في عندي الصورة الشخصية تصوير صورة شخصية فهذا يعطيني إمكانية لتصوير صورة مع عزل الخلفية بيعطيني إمكانية لفتحة عدسة أوسع فبيعزل الخلفية أكتر وبقدر أتكلم هنا كمان عن مدى فعالية الموضوع يعني لو أنا بأصور صورة بقدر أزود العزل وبقدر أجلل العزل باستخدام هذا المؤشر رقم اتنين هو الصورة الطبيعية الصورة العادية هي الأكثر استخداما وبقدر أستخدم العرسة المتاحة عندي ممكن أستخدم عرسة واسعة وممكن أستخدم عرسة ديقة نورمل وممكن أختار أي عرسة من العرسات اللي برضو بتقرب لأنه الجوال بأربع عرسات فبستطيع أن أنا أغير بين واحدة من هذه العرسات الوضع اللي بعده هو تصوير الفيديو وبرضو بقدر أختار بين العرسات اللي أنا محتاجهم وبعدين في عندي قائمة المزيد المزيد بتدخلني على 3 أو 4 أوضاع أو 5 أوضاع أو 6 أوضاع حسب الجوال اللي معايا من أشهر هذه الأوضاع هو الماكرو وهو التصوير عن قرب يعني أنا بصور شغلة قريبة جدا من الكاميرا فبالتالي الكاميرا الطبيعية مش هتطلط الفوكس صح فبستخدم وضع الماكرو الوضع الثاني البانوراما لما أنا أكون بدي أستعرض مكان كبير أو مكان معين أنا أحبب أظهر كل تفاصيله باستخدم وضع البانوراما الوضع المحترف اللي أنا باستخدمه لضبط إعدادات الصورة من حيث الإضاءة بزود الآيزو أو بقلل الآيزو بزود فتحة العرسة أو بقلل فتحة العرسة بزود الشتر سبيد أو بقلل الشتر سبيد طبعا هذول الأوضاع الأربعة راح أشرحهم كل واحد على حدة أخيرا هو وضع تصوير الطعام إضافة لمسة على تغبيش الخلفية عزل الخلفية وتحسين الألوان درجة اللون بتكون فيها نصاع أكتر وفيها تشبع أكتر تعالوا نتكلم عن بعض الأزرار اللي موجودة في الأعلى الزر اللي موجود في الأعلى هنا زر التأثيرات أول واحد على اليمين خلينا أصور سلفي أنا لو جيت صورت سلفي هذا زر التأثيرات بيعطيني خيار لأن أنا أعدل على الوجه فأنا ممكن أقلل التنعيم في الوجه أو أزور التنعيم في الوجه ممكن أعدل على الألوان ممكن أعدل على السكيل تبع الوجه أو حجم الوجه ممكن أعدل على فتحة العين أو إغلاق العين ممكن أعدل على العوامل التصفية أو الألوان فيه هنا لون بيعطيني لون دافئ بيعطيني لون منعش وهكذا من التعديلات الخاصة في الألوان يريد تجربوهم لازم تجربوا وتصوروا أكتر عشان تتعلموا الاسبكتريشيو أو السكيل الخاص في الصورة بيعطيني 4 على 3 مجاس الصورة بيعطيني خيار تاني 16 على 9 في حالة أن أنا بصور ستوري للإنستا أو ريلز أو ستريك في حالة أن أنا بدي أصور لبوست للإنستجرام فأنا بفضل نستخدم واحد على واحد بهذه الطريقة واحد على واحد هو يعني سكيل أو اسبكتريشيو خاص بالإنستجرام واحد على واحد التايمر أو المؤقت باستخدمه كمؤقت للتصوير ممكن يكون أوف ممكن يكون ثانيتين ممكن يكون خمس ثواني أو عشر ثواني طبعا باستخدمه في حالة أنا بكونت بصور مجموعة أصدقائي وحب أتصور معهم في مكان بعيد مش سيلفي يعني فممكن أثبت الكاميرا وأروح أتصور معهم والفلاش في هذه الحالة أنا بقدر أستخدم الفلاش أخليه أوتوماتيك يعني في حالة أن الكاميرا حتاجت إضاءة فبتضول الفلاش وفي حالة ما حتاجت ما بتضول الفلاش الأمر المهم هو عجلة الإعدادات أو زر الإعدادات لو دخلنا على الكاميرا هنلاقي أكثر من عنوان العنوان الأول هو الصور اثنين الصور الذاتية ثلاثة ميزات مفيدة وبعدين بعض الإعدادات المختلفة لو تكلمنا عن الصورة الذاتية بيعطيني هنا خيار زاوية عريضة للصور الذاتية الجماعية يعني لو كنت أنا الكاميرا حطتها على السيلفي مود على التصوير السيلفي ودخلت على الإعدادات هلاقي أنه مفعلي زاوية عريضة للصور الذاتية من خلال الزر الموجود الاحتياط هنا هنا الزر التاني بيعطيني صورة عريضة بيوسع للكادر أكتر بيديني زاوية وايد لو كنت أنا بتصور مع حد من زملائي فبتكون الصورة أفضل نرجع لوضع التصوير الطبيعي وندخل على الإعدادات مرة تانية فلما نجي نتكلم عن حفظ الصورة الذاتية كما في المعاينة هي بتحافظ على أن الصورة ما تكونش مقلوبة فبصور سيلفي بشكل جيد الـ HDR هي ميزة موجودة في بعض الجوالات وكتير من الجوالات الآن صارت موجودة فيه هي بتعطيني إمكانية تعديل مستويات إضاءة الصورة كيف يعني الكلام هذا؟ لو أنا بصور حد من زملائي وورا في الخلفية في شباك مفتوح فبيعطيني إضاءة ناصعة جدا وكبيرة جدا وهو نفسه بيكون شكله معتم أو العكس لو أنا بدي أضبط إضاءتي على الشباك بيكون الشباك واضح ولكن هو بيكون مش مبين فلذلك الكاميرا بتلتقط ثلاث صور صورة في أعلى إضاءة وصورة في أقل إضاءة وبتعطيني صورة وسط ما بين الاثنين نصيحتي بالآخر أنه أنت فعل الـ HDR ولكن عيبه الوحيد أنه أنت ممكن تستهلك البطارية بشكل أكبر خطوط الشبكة خطوط بتساعدني على توزيع عناصر الصورة بشكل جيد وحفاظ على مستوى الصورة يكون عدل ما تكونش الصورة مائلة إلى اليمين وإلى اليسار فأنا بستخدم مربعات الشبكة أو خطوط الشبكة وبنصحك تستخدمها في كلا الأحوال علامات الموقع أو التاج عشان تعمل تاج أو يعني تعمل إشارة للموقع اللي أنت فيه إذا كنت في مكان معين ممكن تعمله تاج لمطعم لفندق لشارع لأي شيء ممكن تعمله طرق الالتقاط كيف أنا ألتقت الصورة طبعا بالزر المعروف زر التصوير وفي زر يعني بالعربي بيسموه زر العائم يعني أنا بضيف زر لو أنا فعلته الآن تعال شوف معايا هنا صار عندي زر موجود في أعلى الشاشة ممكن أنا أحركه كمان أو أديه في أي مكان أنا بدي إياه وممكن أنا أصير أستخدمه في التصوير هين صورت وبهذه الطريقة بكون أنا بستخدم الزر العائم زر يعني ممكن أحركه وين ما بدي أوده طرق الالتقاط الأخرى طبعا أنا بدي أشيل الزر العائم لأننا ما بحب أستخدمه راحت اليد إظهار راحت اليد أمام الكاميرا بتخلينا أصور صورة سيلفي تعالوا أورجيكم هذه الطريقة لو أنا بصور نفسي سيلفي ولو عملت إيدي هيك الكاميرا بتعد وبتصور صورة زي ما أنتم شفتوا الآن فهذه الإعدادات البسيطة بتخلي الواحد يتسهل عليه عملية التصوير بهيك منكون اتكلمنا عن كافة الإعدادات اللي موجودة في الفئة المتوسطة من الكاميرات التصوير قبل ما أنهي أحب أورجيكم تصوير الماكرو على سبيل المثال ضع الكاميرا على بعد ثلاثة أو خمسة سنطة من العنصر اللي أنت حاب تصوره يعني لو إجينا نصور على سبيل المثال حرف الأس أو حرف الأي تعالوا شوفوا كيف بصير هذا اسمه تصوير الماكرو لو إجينا نصورنا بتصوير عادي تصوير عادي بدون ماكرو مهما أنا قربت ما بقدر أطبط فوكس 100% ومش حقدر أصور صورة دقيقة نرجع للمزيد نشوف التصوير المحترف تصوير المحترف هنا شوية مختلف يعني أنا بدا أتكلم عن ثلاثة شغلات مهمة جدا طبعا في الفئة المتوسطة من الجوالات وكل ما الجوال عليه في الفئة تبعته بتزيد الإعدادات والتحكم في إضاءة الجوال بتكلم هنا عن الآيزو والآيزو باختصار هي حساسية الكاميرا للضوء أو حساسية المستشعر للضوء يعني أنا بدي إضاءة أكتر بزود الآيزو أكتر بس بشرط كل ما بزود الآيزو بتزيد الإضاءة صح بس بيزيد النمش أو الجرينز في الصورة فبتكون الجودة سيئة فأنا بنصح تشتغل على إضاءة النهار هذه النصيحة الأولى ويكون الآيزو 100 ما يتزود الآيزو عن 100 الويت بلانس اللون طبعا أنا ما بنصح أتعدل اللون باستخدام الكاميرا أنا بنصح أتعدل اللون في الإيدت في برامج الإيدت الخاصة بالتصوير هنتكلم عنها في حلقة منفردة إن شاء الله هنا يعني بتمثل المقياس تبع الرمز الأخير هذا اللي معمول عليه البلس والمينس أو الزاد والناجس هذا بيمثل كمية الإضاءة الموجودة في الصورة يعني تعالوا نشوف مثال لو أنا الآيزو خليته 800 هتلاقي علامة المؤشر هنا هذا على الزيرو فأنا لو زورت الإضاءة أو قللت الإضاءة هو بيمثل لي يعني فتحة العلسة في الكاميرات الاحترافية لو حد عنده خبرة في هذا المجال أو عنده معرفة في هذا المجال أنا نصيحتي طبعا يكون الكلام على الزيرو الوايت بلانس ما تعدي الألوان الآيزو يكون مية وتصوير يكون بالنهار وما يكون بالليل لو اضطريت لأ ممكن أغير وممكن أشتغل بهيك بنكون إحنا خلصنا شرح إعدادات الكاميرا ذات الفئة المتوسطة في التصوير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة